هذا هو المركز الجهوي للتلقيح بحديقة الرياضة شطلق رقنا بسفاقس هنا تتواصل حملة التلقيح ضد فيروس كورونا ما يلاحظ هو الارتفاع في عدد المواطنين الذين سجلوا في حملة التلقيح والذين أتوا إلى هذا المركز طاقت السعابة متاعنا هي ألفين شخص في اليوم عمال الشريحة العمرية تزيد تهبط شوية عمال الأقبال يزيد الأول في الباب بيش نشوفوا شنوها الوقت ماشي يعطيه النمرو متاعه وهذه ينا نغتنم الفرصة بيش نتوجه للمدعوين للتلقيح أنهم يحترموا التوقيت متاحهم إذا كانوا يحترموا التوقيت المبعوث في الإرسالية راهوا ما يصيرش اكتظاظ مع أنتها 8.5 حاجة الوحيدة أنه نقوله بالله المرافق ماذا بنا كيجي جي معه مرافق واحد يقدر هو يجي معناها يبدأ بيان بورتون يجي واحد كيستحق مرافق ما يجوش زوز وثلاثة يجي واحد برق ومرحبا بيكم رانا نفرحوا بيكم ورانا متطوعين بش نخدموكم ومعنا شمزية وصمنا البارح القرابة 250 ألف مع تجوى التلقيح مع الهدف امتهنا أنه نوصله من 5 ألاف ونحن ديجاء ديما قرابة 5 ألاف وجاوزه في مرحلة 5 ألاف تلقيح يوميا نحب نوصله 7 ألاف هذا مش يتم التدعيمه على مستوى موافقات مركزية بأحداث مراكز أخرى كما المحرص كما بيرعلي وكما ساقط الزيت الحانة الوبائية باسفاقس وصفت بالمستقرة مع تواصل نسق التسجيل وطلقيح ضد فيروس كورونا الوضعية الوبائية في اسفاقس قاعدة في المدة الأخيرة انخفاض في المؤشرات السلبية قاعدة انخفاض في نسبة الإيجابية انخفاض في عدد الحالات المقيمة في المستشفى كلك سواء مع أكسجين ولا إنعاش في نفس الوقت انخفاض في حالات الوفيات لكن انتم تلاحظوا في النشرية اليومية التي تصدرها لدارة جهوية فهم ارتفاع في عدد المقيمين احنا كما تعرف طاقة الإيواء اللي عندنا في اسفاقس كبيرة تتجاوز 30 سرير إنعاش تتجاوز 40 سرير عينية مركزة وتتجاوز 200 سرير أكسجين هذا يسمحنا باش النجم الخفو الضغط كما تعرف ببعض الولايات اللي فيها ضغط كبير كما ولاية سيد بوزيد وقروين احنا هنا قاعدين نقبلوا في المرضى خصوصا اللي هما يستحقوا العينية المركزة في ولاية اسفاقس توجد خمسة مراكز تلقيح ثلاثة منها تعمل كامل أيام الأسبوع هذه المراكز هي مدعومة بفريق متنقل قادر على الوصول إلى مناطق لم تفتح فيها بعد مراكز للتلقيح